اشتركوا في القناة فيلا نستعد علشان نخلص اليونت التالتة لانه النهاردة معادنا مع الدرس الخامس والسادس في درس النهاردة الدرس طويل شوية ولكن هنطلع منه بكمية معلومات كتيرة جدا لانه درس شيق ومميز اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هنتكلم عن ازي المدرسي او سكول يونيفورم بعد كده هنروح في رحلة عجيبة للمكسيك وكمان كندا يلا بينا اول حاجة نروح للزي المدرسي او السكول يونيفورم واول كلمة معانا في السكول يونيفورم هي كلمة كلمة سمارت لو هنستخدمها هستخدمها علشان اوصف بيها مثلا شخص هقول ان الشخص ده سمارت سمارت اقول يعني هو يكون زكي لو انا هوصف دماغه او تفكيره اقول يعني هو زكي طب لو هوصف شكله اقول يعني هو انيق يبقى كلمة سمارت معناها ان الشخص زكي او الشخص انيق او مثلا ممكن استخدمها علشان اوصف التليفون اقول سمارت فون طبعا كلنا عارفين كلمة سمارت فون اللي هو الهواتف الزكية او التليفون الزكي اللي هو بالتطش ده اوكي فكلمة سمارت معناها زكي او انيق لو انا هوصف شكل ايه لو انا هوصف شكل الشخص بعد كده عندي كلمة مدرسة يعني ايه يا حلوين برافو سمع حد بيقولي مدرسة يعني سكول برافو طيب سكول يونيفورم معناها زي مدرسي سكول يونيفورم معناها زي مدرسي يعني اللبس الموحد اللي احنا بنروح به المدرسة بتاعتنا بنقول عليه school uniform school uniform طيب عندي كلمة short sleeved short sleeved كلمة sleeve أصلاً معناها كم sleeve معناها كم لو عايزة أقول كم طويل أقول long sleeves long sleeves يعني أكمان طويلة طيب لو عايزة أقول كم قصير هقول الكلمة دي اللي هي short sleeved short sleeved أقول short sleeved t-shirt يعني t-shirt الكم بتاعه إيه أصير أو نص كم short sleeved معناها كم أصير طيب بعد كده عندي checked checked يعني مربع checked يعني إيه مربع يبقى checked معناها مربع أو اللي هو shirt أو الأميس ماله في خطوط مربعة أو في مربعة تمام؟ بعد كده عندي كلمة feast 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 اللي هو يوم العيد feast يوم العيد أو لما يكون فيه وليمة أو عزومة بنقول إيه feast we have feast عندنا عزومة أو عندنا وليمة أو فيه عندنا يوم عيد طيب عندي كلمة اسمها pale 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 كلمة pale معناها فاتح اللون فاتح يعني عايزة أقول أزرق فاتح أقول pale blue pale blue يعني أزرق فاتح يبقى كلمة pale معناها فاتح طيب لو عايزة أقول أزرق غامق أقول dark blue dark blue يبقى أزرق فاتح pale blue وأزرق غامق أو كاتم dark blue أوكي؟ طيب بعدين عندي كلمة stripes 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 اللي هي خطوط stripes يعني خطوط بالطول stripes يعني خطوط بالطول طيب بعد كده عندي كلمة إيه tie 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 اللي هي رابطة العنق أو الكارفاتة الكارفاتة بنقول عليها tie بنقول عليها tie لأن tie أساساً دي عبارة عن verb أو فعل معناها يربط أو رابطة عنق اللي هي الكارفاتة طيب بعدين عندي حاجة أول مرة ممكن تكونوا تسمعوها اللي هي إيه اللي هي somprero 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 زي ما انتو شايفين طائية أو إيه أو hat نوع من الطوائي ولكنه مميز لأنها قبعة أو طائية مكسيكية تبع إيه تبع دولة المكسيكي اللي قلنا احنا هناخذها جولة فيها بعد شوية يبقى somprero عبارة عن قبعة مكسيكية أشكالها إيه colorful يعني ملونة يبقى يا حلوين إحنا دلوقتي معانا طبعا النوتبوك بتاعتنا ومعانا الألم ومعاليين صوت التليفون علشان نسمع كويس ونردد الكلمات كويس نقول الكلمات مرة تانية ونقول معاني الكلمات ونرجعها مع بعض في النوتبوك أو في الكشكول بتاعك أول حاجة كلمة smart وقلنا كلمة smart معناها أنيق شكله جميل يعني لو هنوصف شكل الشخص اللي قدامي طيب لو عايزة أقول إن الشخص زكي هقول he is smart يعني هو زكي لو عايزة أوصف التليفون أقول smart phone تليفون زكي أو هواتف زكية بعدين إحنا بنروح المدرسة بإيه؟ بالschool uniform school uniform اللي هو الزي المدرسي طيب الأكمام بتاعت التيشورت قصيرة أو الكم قصير هقول short sleeved short sleeved لأن كلمة sleeve يعني كم فshort sleeved هقول إيه؟ كم قصير ticked ticked يعني مربع يعني اللبس اللي قدامي فيه إيه؟ فيه مربعات كده فشكله إيه مربع طيب feast اللي هو وليمة أو يوم العيد تمام؟ pale لون فاتح pale فاتح أو شاحب لو عايزة أقول الشخص ده يعني وشه شاحب أو وشه مصفر شوية هقول he is pale يعني شكله إيه؟ وشه شاحب أو وشه ماله مصفر شوية إنما بالنسبة للألوان ألوان الهدوم مثلا هقول pale green يعني أخضر ماله برافو يعني أخضر فاتح طيب stripes اللي هي خطوط طولية و tie tie اللي هي رابطة العنق أو الكرافاتة و sombrero اللي هي القبعة المكسيكية اللي إحنا اتكلمنا عليها طبعا ما فيش أي مشكلة في الكلمات بإذن الله لإننا قرناهم كذا مرة ولو محتاجين فيديوز للكلمات دي أو بنطق الكلمات هتلاقوها موجودة على القناة يا حلوين طيب بعد كده نروح للجزء الثاني من الدرس والجزء ده خاص بالreading أو القراءة بيقول لي إيه؟ read and learn read يعني اقرأ و learn تعلم read and learn يعني اقرأ وتعلم طب هنقرأ إيه النهاردة النهاردة هنقابل مجموعة من زملائنا اللي هيعرفونا على الزي المدرسي الخاص بيهم هيتكلموا عن اللبس بتاعهم اللي بيروحوا بيه هيبدأوا يوصفوه يطرأ نوعه ايه قميس ولا بانطلون ولا جيبة ولا shorts وايه ألوانه وهكذا فيلا بينا نتعرف عليهم ومعانا أول واحد student A طيب الطالب الأولان يطرأ شكل اليونفورم بتاعه هيكون عامل ازاي وبعد كده احنا نتكلم عن اليونفورم بتاعنا ونبدأ نوصف في شكل الهدوم لأن طبعا زي ما احنا عارفين اليونة كلها عن الكلوز أو الملابس بيقول طبعا كلمة سكول يونفورم بالنسبة لنا دلوقتي بقت معروفة تمام we like ده verb معناه يحب I really يعني أنا حقا like أحب our school uniform الزي المدرسي بتاعنا طب يطرأ شكل الزي المدرسي ده ايه بيقول everyone wears everyone wears احنا عارفين اني wear يعني يرتدي wear يعني يرتدي او يلبس طيب هنا بيبدأ يوصف الزي المدرسي فبيقول everyone يعني كل واحد wears بيرتدي a short sleeved white shirt بيرتدي اميس ابيض باكمام قصيرة طيب كلمة shirt يعني اميس انما t-shirt اللي هو التي شيرت يبقى الشيرت هو الاميس والتي شيرت اللي هو التي شيرت العادي اللي كلنا عارفينه طيب التي شيرت اللي بيلبسون بيقول احنا بنلبس تي شيرت ابيض كمام قصيرة shirt ابيض كمام قصيرة اميس ابيض كمام قصيرة زي ما انتم شايفين يبقى ايه short sleeved white shirt the girls البنات wear a blue skirt البنات بتلبس ايه بقى skirt جيبة الجيبة دي لونها ايه لونها blue وهنا كلمة blue اللون ده عبارة عن adjective او صفة وصفتلي الجيبة يبقى blue skirt عبارة عن جيبة لونها ايه ازرق and the boys wear blue trousers والبنات بترتدي ايه البنات بترتدي blue skirt يعني جيبة ملها زرق والولاد بيرتدوا بانطلون برضو ايه ازرق يبقى كده وصف لي الجزء اللي من فوق بالنسبة للولاد والبنات موحد اللي هو short sleeved white shirt اميس ابيض كمام وصيارة والبنات بالنسبة للجزء اللي من تحت بيرتدوا blue skirt يعني جيبة زرق والولاد بيرتدوا blue trousers يعني بانطلون ازرق زي ما انتو شايفين في الصورة يبقى الشرح او الكلام اللي هو بيقوله مطابق للصورة الولاد والبنات بيرتدوا اميس ابيض نصكم وكمان البنات بيرتدوا blue skirt جيبة زرق والولاد بيرتدوا blue trousers يعني بانطلون ازرق ده بالنسبة لايه ده بالنسبة لليونيفورم يبقى اللي عرفناه النهارده ان كلمة skirt يعني جيبة او جونيلا اللي هي الجيبة وتراوسرس يعني بانطلون اوكي we all have to wear white socks يعني احنا كلنا لازم have to يعني لازم wear لازم نلبس white socks ما ايه white socks ده ترى شراب ابيض and black leather shoes black leather shoes يعني shoes او حزاء لونه اسود من الجلد حزاء جلد اسود يعني جزمة جلد سودة اوكي ده بالنسبة لي اليونيفورم بتاعهم it doesn't get very cold it doesn't get very cold here يعني الجو ما بيبقاش بارد اوي هنا but when it does ولكن لما يبقى الجو بارد we can wear يعني ممكن نرتدي او احنا نقدر نلبس our blue sweaters blue sweaters كلمة sweater يعني اللي هو السطرة الشتوية او السويتر اللي احنا بنقول عليه للسويتر اوكي سطرة شتوية اوكي طيب اللي هو زي نظام الجاكتز بس لونه ايه blue sweaters يعني ايه ازرق يبقى يا حلوين دي الطريقة اللي ممكن نوصف بيها اليونيفورم بتاعنا بنقول ايه we wear نحنو نرتدي او I wear انا ارتدي هنا بدأ يوصف لنا الولاد بيلبسوا ايه والبنات بيلبسوا ايه واللبس المشترك ما بينهم او الالوان المشتركة ما بينهم اللي هو اللون الازرق او blue color اوكي طيب نروح لستودنت بي الطالب التاني يطرى اليونيفورم بتاعهم عامل ازاي تعالوا نشوف at school at school في المدرسة at school يعني في المدرسة I wear انا ارتدي a pale blue shirt احنا قلنا كلمة pale يعني ايه برافو كلمة pale يعني فاتح طيب pale blue يعني ايه ازرق فاتح pale blue shirt يعني اميس ازرق فاتح زي ما انتو شايفين في الصورة طيب هو لابس ايه تاني غير الاميس الازرق الفاتح لابس dark blue trousers لابس بنطلون ازرق غامق يبقى لو عايز اقول ان اللون فاتح هقول pale لو عايز اقول ان اللون غامق هقول dark اوكي يبقى هو لابس blue shirt و dark blue trouser اوكي اميس ازرق فاتح و بنطلون ازرق غامق we have to wear لازم نلبس have to يعني احنا ملزمين اننا نلبس a tie every day لازم نلبس tie tie اللي قلنا عليها الكرافاتة او رابطة العنق و زي ما انتشايفين هو لابس ايه لابس tie او الكرافاتة دي it's dark هو هيبدأ يوصفها it's dark blue it's dark blue يعني لونها ازرق غامق with light blue stripes on it كلمة light كمان مستوية لكلمة pale يعني ايه يعني ازرق فاتح ازرق فاتح خطوط لونها ازرق فاتح on it يعني هي لونها ازرق dark ازرق غامق و فيها بس stripes لستريبس دي لونها فاتح light او ايه بعد كده هيروح يوصف البنات في المدرسة واللبس بتاعهم عامل ازاي فبيقول the girls اللي هما البنات in my school also wear a pale blue shirt برضو بيلبسوا ايه بيلبسوا اميس ازرق فاتح زي الولاد بالزبط اللي اختلاف ايه بقى but they don't wear trousers لكن هما مش بيلبسوا trousers مش بيلبسوا بانطلونات اما البيلبسوا ايه ترى يلا نفكر كده بيلبسوا ايه برافو اكيد بيلبسوا جيبات اللي هي skirts طيب تعالوا نشوف they wear a blue and white checked skirt هما بيلبسوا skirt جيبة مالها ازرق فابيض مربعات تمام يبقى الجيبة بتاعتهم ازرق فابيض وشكلها ايه شكلها checked checked يعني مربعات checked يعني مربعات زي ما انتوا شايفين طيب هل يطرى بيلبسوا tie تعالوا نشوف مع بعض the girls don't have to wear a tie the girls don't have to wear a tie يعني البنات مش ملزمين انهم يلبسوا الكرافطة اللي بيلبس tie هما مين هما boys او الاولاد نروح بعد كده ال student c او الطالب التالت الطالب التالت معنا هيبدأ يوصف اليونيفورم فبيقول our school uniform is really smart احنا قلنا كلمة smart يعني ايه برافو smart يعني زكي او انيق طب هنا بيتكلم عن school uniform او زي مدرسي او لبس هل اللبس بيكون زكي يا ترى طبعا لا اللبس بيكون ايه very good بيكون انيق يبقى كده هو بيوصف ازاي المدرسي او school uniform بتاعه وبيقول اني اللبسة انيق او شيك طب تعالوا نشوف شيك ازاي we have to wear يعني احنا لازم نلبس a white shirt with a red tie هنا بقى البنات بتلبس tie هنا البنات بتلبس الكارفاتة هما بيلبسوا white shirt لو نلاحظ ان الاغلبية بيلبسوا ايه بيلبسوا white shirt اللي هو القميص الابيض with a red tie وعليه كارفاتة لونها احمر we wear a dark grey skirt طيب كلمة skirt طبعا احنا عارفينها اللي هي الجيبة وقلنا كلمة dark يعني ايه bravo يعني غامق تمام طيب كلمة grey يعني ايه grey يعني اللون الرمادي اللون الرمادي اللي هو الجري يبقى هما كده بيلبسوا ايه بيلبسوا جيبة لونها رمادي غامق and a blue jacket ولما الجو بيبقى الشتوي او الدنيا ايه بتبقى صعب عليهم بيلبسوا blue jacket يعني جاكت ازرق يبقى اليونفورم بتاعهم smart انيق عبارة عن white shirt اميص ابيض with a red tie وكارفاتة حمراء we wear dark grey skirt وي جيبة لونها ايه bravo لونها dark grey dark grey اللي هو الرمادي الغامق طيب لما الجو بيبقى شتوي او برد بيلبسوا blue jacket blue jacket اللي هو ايه اللي هو جاكت ازرق ممتازين جدا حبيبي هل يا ترى هنقابل صحاب تاني؟ طبعا يلا نشوف student D student D بيقول لنا ايه يا ترى عن school uniform بيقول لي the girls اللي هما البنات and boys والاولاد have different uniforms at my school لبسهم مختلف عن بعض في المدرسة بتاعتي طبعا المدارس اللي فاتت او الطلاب اللي قابلناهم من المدارس اللي فاتت كانوا اليونفورم بتاعهم مشابه لبعضه يعني مثلا هما اللي اتنين يلبسوا نفس اللون نفس لون الشيرت بس حد يلبس تاي وحد ما يلبسش تاي حد مثلا يلبس سكيرت بالنسبة للبنات طبعا وحد يلبس تراوزر طب هنا بيقول لي the girls الولاد والبنات اللبس بتاعهم مختلف يا ترى مختلف ازاي تعالوا نشوف واضح من الصورة انه هو مختلف جدا بيقول لي the boys الولاد wear light green shorts الولاد بيلبسوا احنا قلنا كلمة light مساوية لكلمة pale اللي هو فاتح light green shorts بيلبسوا short لونه اخضر فاتح and long green socks وبيلبسوا شراب اللي هو long green long green مالو اخضر طويل اوكي يبقى الشراب لونه اخضر وطويل وي shorts لونها light green اخضر مالو برافو اخضر فاتح تمام طيب we wear احنا بنلبس white shirts white shirts بنلبس اميس ابيض and we have got we عندنا a dark red sweater وعندنا sit sweater او سطرة مالها dark red احمر غامق for when it gets cold لما الجو بيبرد بنلبس dark red sweater بنلبس السويتر اللي لونه احمر غامق my sister's uniform هيتكلم علي اليونيفورم بتاع اخته باعتبر ان اخته girl is different يعني مختلف different يعني مختلف different مختلف she wears يعني هي بترتدي a blue skirt زي ما انتو شايفين الجيبة بتاعتها لونها ايه blue يبقى blue skirt and a yellow t-shirt اوكي وبتلبس t-shirt اللي هو t-shirt انما الشيرت هو الاميس فبتلبس t-shirt لونه اصفر كده وبكده شفنا الاختلاف في اليونيفورم ما بين boys والgirls ما بين الولاد والبنات قلنا الولاد بيلبسوا short الشورت ده بيبقى light green بيبقى لونه اخضر فاتح وبيلبسوا عليه long green socks بيلبسوا عليه الشراب الطويل اللي لونه اخضر برضو وبيلبسوا sweater لونه dark red يعني ايه dark red يعني احمر غامق بالنسبة للمنات بيلبسوا skirt و tee shirt السكيرت بيبقى لونها blue ازرق وال tee shirt بيبقى لونه yellow او اصفر بعد كده يا حلوين هنروح ل student D student D اللي هو الطالب الاخير معنا يا ترى شكل اليونيفورم بتاع student D هيبقى عامل ازاي تعالوا نشوف مع بعض our school uniform او our uniform is a dark blue skirt ده بالنسبة للبنات البنات بيلبسوا جيبا لونها dark blue ازرق غامة زي ما انتشايفين في الصورة for the girls or dark blue shorts for the boys هنا الولاد برضو بيلبسوا short لونه ازرق غامة يبقى بالنسبة للبنات dark blue skirt جيبا ازرق غامة وبالنسبة للboys ايه حلوين برافو dark blue shorts short ازرق غامة a pale blue cotton shirt هنا طبعا الصفة بقت طويلة بيوسف الشيرت بيقول عليه الاول pale فاتح blue ازرق cotton مصنوع من القطن يبقى عبارة عن اميس مصنوع من القطن اميس ازرق مصنوع من القطن white socks شراب ابيض and black shoes وجزمة ايه وجزمة لونها اسود when it's cold لما الجو يبقى بارد we wear dark blue vests or jackets لما الجو يبقى بارد احنا بنلبس vest اللي هو vest او الصطرة or jackets اللي هي الجواكت لزوم الجو البارد يبقى يا حلوين لو عايزين نوصف اليونيفورم بتاعنا هنقول ايه هنقول at school at school يعني في المدرسة بتاعتنا اوكي ممكن لو عايز اتكلم عن نفسي اقول I wear انا ارتدي او انا ألبس ولو عايزين نتكلم عن المدرسة ككل اقول we wear لو لبس البنات والولاد موحد هبدأ اتكلم ووصف اللبس لونه ايه مثلا وهو عبارة عن shirt ولا skirt ولا trousers ولا ايه بالزبط ولو اللبس مختلف هقول الولاد بتلبس ايه وهقول البنات بتلبس ايه وقلنا بالنسبة للوصف طبعا هبدأ اوصف اللون بتاع الحاجة اللي انا عايز اقولها يعني وصلا لو عايز اتكلم عن الجزء اللي من فوق وكان الجزء اللي من فوق t-shirt مثلا هقول a red t-shirt اقول I wear a red t-shirt يعني انا بلبس ايه red t-shirt يعني t-shirt احمر طيب لو كان مثلا t-shirt ازرق اقول I wear a blue t-shirt اوكي لو اميس هقول shirt بعد كده هنروح للجزء اللي من تحت بالنسبة للبنات هتكون لابسة skirt جيبة او ممكن trousers برضو اوكي طب بالنسبة للولاد ممكن يكونوا لابسين trousers بانطلونات او زي ما انتشايفين في الصورة ممكن يكونوا لابسين shorts shorts اللي هو الشورت بالنسبة لوصف الالوان سهل وبسيط جدا لو كان اللون فاتح هقول ايه يا حلوين برافو يا اما هقول pale او light طب لو كان اللون غامق هقول عليه dark يعني لو احمر غامق هقول dark red dark red dark red طيب لو كان فاتح هقول ايه هقول pale red pale red اوكي وهكذا الموضوع سهل وبسيط جدا طيب علشان نبسط الموضوع اكتر لازم ناخد حاجة مهمة جدا اوكي طيب اخيرا بس هقول حاجة اخيرة ممكن نقول بالنسبة لأي uniform i like my uniform انا بحب الزي المدرسي بتاعي اوكي طيب الحاجة المهمة اللي انا بقول عليها ولازم نكون عارفينها اللي هي ترتيب الصفات الحاجة المهمة زي ما قلتلكم اللي عايز اتكلم عنها اللي هي ترتيب الصفات احنا اولا السشن اللي فات اخدنا الادجكتف او الصفة وقلنا الصفة دي بنستخدمها علشان اوصف الاسم استخدمها علشان اوصف بيها الاسم وقلنا الاسم ده ممكن يكون اسم شخص زي محمد أحمد يسين هكذا اسم بنت منا علا سميرة اي اسم ممكن يكون اسم مكان المدرسة النادي المستشفى ممكن يكون اسم شيء مثلا الشباك الباب التلاجة هكذا طيب كل دي بنقول عليها ناونز او اسماء الناونز او الاسماء دي بنستخدم لها الادجكتفز أو الصفات علشان نوصفها طيب يبقى كده عرفنا الصفة بتصف الاسم الصفة دي قلنا على مكانها بتيجي قبل الاسم ولما يكون عندي verb to be أو فعل يكون اللي هو تصريفه am أو is أو are في المضارع was where في الماضي الصفة بتيجي بعد الاسم الصفة بتيجي بعد الاسم زي لما قول أحمد is tall أحمد is tall أحمد يكون طويل أو أحمد طويل عندي هنا is هي verb to be فعل يكون والصفة اللي هي tall جات بعد مين جات بعد is إنما لو ما فيش is أو am أو are أو was أو where اللي هما تصريفات verb to be الصفة هتيجي في الأول زي لو قلت مثلا tall building مبنى طويل tall tree شجرة طويلة short boy ولد قصير أوكي وهكذا طيب الصفات زي ما انت شايفين في اللي فات أو في الدرس اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة وكنا بنتكلم عن adjectives كتيرة جدا كنا عملين نقول قصير وطويل ولون وكذا ولون وكذا الصفات كتيرة جدا الصفات دي ليها ترتيب معين تعالوا مع بعض نشوف ترتيب الصفات دي أو الطريقة اللي بنحط بيها الصفة يعني مثلا لو قدامي فستان الفستان ده كم قصير وطويل وجديد وكبير ازاي هرتب الصفات دي مع بعض علشان اطلع صفة مزبوطة او علشان اطلع وصف دقيق للدرس او الفستان اللي قدامي تعالوا نشوف يا حلمين اول حاجة قال لي لازم احط size او المقاس الاول size يعني المقاس اقول مقاس الدرس اللي قدامي يعني مثلا big كبير small صغير medium متوسط يبقى اول حاجة هعملها ان انا هقول المقاس اوكي طب بعد كده age العمر ايه ده هو ليه عمر عمره 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين لا هو ما يقصدش كده هو يقصد لو هو مثلا old قديم ماشي لو هو new جديد هقول new shirt مثلا تمام يبقى اول حاجة المقاس بعد كده ايه العمر سواء كان old او new وهكذا بعد كده color color اللي هو اللون green بقى red blue gray وهكذا بعد كده material material يعني الخامة ايه الخامة يعني المادة اللي مصنوع منها الحاجة اللي انا عايزة اوصفها سواء كان dress او shirt او t-shirt طب المادة دي ممكن تكون cotton اللي هو القطن ممكن تكون silk اللي هو الحرير ممكن تكون ايه مثلا يلا نفكر مع بعض ممكن تكون wool اللي هو الصوف وهكذا واخيرا هنقول اسم الحاجة اللي انا قايل كل الصفات دي عليها اللي هو dress او shirt او t-shirt وهكذا نقولهم مرة تانية حلوين ونركز يبقى كده لو انا عايزة اوصف فستان او لبس معين وفي صفات كتيرة انا عايزة اقولها الصفات دي لازم يبقى لها ترتيب معين الترتيب ده هنبدأ بالsize او المقاس ما قلنا big small medium بعدين الage العمر سواء كان old او new لو حاجة جديدة او حاجة قديمة بعدين color اللي هو اللون والمaterial الخامة وبعدين اسم الحاجة اللي انا وصفها طبعا هنفصل ما بين كل الادجكتفز دي بايه يا ترى بالكومة الشرطة ايه الكومة او الفصلة اللي بنستخدمها علشان نفصل ما بين اكتر من حاجة يلا يا حلوين ناخد مثال هقول مثلا كمثال بسيط i wear انا ارتدي a cotton shirt i wear a cotton shirt يعني انا لابس اميس قطن اوكي يبقى كده ذكرت المaterial وبعدين الاسم بتاع الحاجة دي طبعا مش لازم في نفس الجملة اجيب كل الصفات دي ممكن ما اقولش المقاس ممكن ما اقولش العمر اوكي اقول مثلا اللون والمaterial بس ممكن زي المثال ده اقول المaterial واسم الشيء بس يعني اخد صفة واحدة بس بس لازم الصفات دي يكون ليها order او يكون ليها ترتيب يبقى i wear a cotton shirt كده ما قلتش غير الخامة اوكي طيب يلا نكبر عن كده يلا نكبر المثال عن كده اجيب اللون مثلا فاقول she likes wearing she likes wearing white cotton clothes she likes wearing يعني هي تحب ارتداء white cotton clothes الملابس البيضاء القطنية يبقى كده جبت اللون وبعد اللون المaterial اوكي لاني اللون سابق المaterial او ايه او الخامة طب يلا يا حلوين نجرب مثال اكبر من كده تعالوا نشوف مع بعض she bought يعني هي اشترت أسمول أسمول يبقى سمول دي السايز اللي هي بتيجي في الأول اوكي بعد كده نيو جديد النيو او الجديد دي عبارة عن الاج او العمر فدي ترتيب التاني في ترتيب الصفات طيب leather دي المaterial يبقى كده هي ما قالتش اللون مافيش داعي إنها تقول اللون. لو عايزين نقول اللون. هنقول مثلا. She bought a small new black leather bag. اوكي? لو عايزين نقول اللون. مش عايزين نقول اللون عادي. نقول leather على طول اللي هو الماتيريال الخامة اللي مصنوع منها الايه? الباك او الشنطة اللي هي الجلد. بعدين الباك اللي هي النوم او الاسم اللي انا وصفته. يبقى لو عايز اشيل اي صفة من الصفات دي. عادي اشيلها جدا بس لازم احافظ على الترتيب. عايز اقول الصفات كلهم هقولهم عادي اقول يبقى مقاس عمر لون خامة واسم الشيء اللي انا بوصفه كده يا حلوين نكون انتهينا من ترتيب الصفات ويلا بينا بسرعة نروح على رحلة الى المكسيك ورحلة المكسيك اللي هنروحها مع بعض هنروحها علشان نتعرف على حاجة مهمة جدا اخدناها في الكلمات ولو تفتكروا في اول الدرس قلتلكم كتير مننا ماسمعش الكلمة دي وما يعرفش هي ايه الكلمة دي هي سومبريرو سومبريرو اللي قلنا عليها القبعة المكسيكية فهنا بيقول لنا what is the Mexican hat called يا ترى القبعة المكسيكية اسمها ايه طبعا احنا عارفين من اول الدرس ان اسمها ايه يا حلوين برافو عليكم اسمها سومبريرو بس يا ترى السومبريرو دي شكلها عامل ازاي تعالوا نشوف مع بعض clothes in Mexico يعني الملابس في المكسيك يطرى الملابس في المكسيك شكلها عامل ازاي لاننا تكلمنا عن school uniform او اللبس المدرسي فتعالوا دلوقتي نشوف نوع تاني من الملابس وهي الملابس في المكسيك يطرى شكلها عامل ازاي تعالوا نشوف مع بعض زي ما انتو شايفين في الصورة عندي girls او بنات وواضح من لبسهم انه very smart يعني انيق وحلو جدا وكمان colorful colorful يعني ملون كلمة color يعني لون وعايز اقول على الشيء ملون اقول colorful colorful clothes colorful clothes نقول مع بعض colorful clothes لبس ملون اوكي فبيقول لي هنا these girls هؤلاء البنات are wearing لبسين traditional mexican dresses يعني ايه كلمة traditional نقول مع بعض traditional traditional برافو traditional traditional يعني تقليدي traditional يعني تقليدي اللي هو اللبس العادي بتاعهم هم لبسين فستين تقليدية مكسيكية طيب ما لها الملابس دي او الدرسز الفستين دي قال لي look يعني انظر they are very colorful يعني هم very colorful يعني ملونين جدا زي ما انتو شايفين there are lots of colorful stripes on the dresses يعني في خطوط ملونة كتيرة جدا في الدرسز او الفستين دي girls in mexico يعني البنات في المكسيك او السيدات في المكسيك where بيرتدوا بيرتدوا ايه dresses فستين like these بيرتدوا فستين زي دي during feasts and celebrations طيب يعني ايه يا miss feasts ويعني ايه celebrations طيب يا حلمين احنا كلمة celebrations اخدناها قبل كده ومعناها احتفالات وهتلاقوها موجودة في فيديو ونفصل على القناة طيب feasts اخدناها اول الدرس او اول session اللي هي ايه اللي هي وليمة او يوم عيد يبقى كلمة feast يعني وليمة او يوم عيد feasts and celebrations يعني في الاعياد والاحتفالات بيعملوا ايه البنات في الاعياد والاحتفالات wear dresses بيرتدوا فستين like this like this اللي هي ايه اللي هي الفستين ال colorful very colorful الملوينة جدا دي mexican girls mexican mexican نقول مع بعض mexican mexican girls يعني البنات المكسيكيات اللي هم من المكسيكي يبقى mexican دي عبارة عن جنسيتهم اوكي انما بلدهم اسمها مكسيكو مكسيكو يبقى mexican هي البلد انما mexican اللي هي الجنسية طيب المكسيكو girls البنات المكسيكيات دول ما لهم love love بيحبوا bright colors bright colors bright colors يعني الالوان الفتحة bright colors يعني الالوان الفتحة اوما للالوان الغمق اسمها ايه يا miss اسمها dark colors dark colors اوكي even when they are not celebrating even يعني حتى when they are not celebrating يعني حتى وهم مش بيحتفلوا they wear بيرتدوا bright colorful clothes حتى لو ما كانش فيه احتفلات بيلبسوا الالوان الفتحة المبهجة دي اوكي يبقى اللي عرفنا عن المكسيك دلوقتي في اول جولتنا الملابس مالها الملابس بقى very colorful يعني ملونة جدا very bright وزهية جدا اوكي طيب ايه كمان انهم بيلبسوا الملابس دي في الفيست الاعياد و اللي احتفلات ومن كنتوا حبوهم في الالوان الالوان الbright الفتحة دي حتى لو هم مش بيحتفلوا even when they are not celebrating هم بيلبسوا ايه الbright colorful colors دي اوكي طيب جتنا السومبريرو زي ما قلنا عليها people in mexico الناس في المكسيك wear hats بيرتدوا hat احنا عارفين طبعا لو عايزين نقول قبعة أو طائية هنقول hat اللي هي القبعة العادية طيب القبعة العادية في المكسيك شكلها مختلف وقلنا اني اسمها ايه برافو قلنا اني اسمها سومبريرو طيب بيلبسوها ليه بيقول لي to protect علشان تحمي protect protect يعني تحمي علشان تحمي their faces تحمي وجوههم from the sun تحمي وجوههم او تحمي وشوشهم من اشعة الشمس يبقى people in mexico wear hats to protect their faces from the sun this is a سومبريرو عرفناها دي السومبريرو او السومبريرو السومبريرو دي عبار عن ايه it's a traditional mexican hat يعني قبعة مكسيكية تقليدية يعني معروفة بالنسبة لكل اهل المكسيك ويبيلبسوها traditional يعني تقليدي there are lots of different styles of سومبريرو ده مش بس الشكل الوحيد للسومبريرو لا بقى ده في ايه different styles يعني فيه اشكال مختلفة للسومبريرو زي ايه مثلا بيقول لي some have stripes some have stripes يعني بعض السومبريرو دي ليها stripes stripes يعني خطوط and some are very colorful والبعض الاخر ماله very colorful يعني ملوين جدا some even والبعض حتى ماله بقى have gold have gold and silver on them عليه gold and silver ايه gold و ايه silver الجولد هو الذهب و السلفر يعني الفضة يبقى بعض القبعات بتاعة السومبريرو فيها gold وفيها silver وفيها colors كتير جدا الوان زهية وكتيرة جدا بعد كده يا حلوين هنروح للنون فكشن ستوري بس تعالوا مع بعض بسرعة نقول احنا قلنا ايه على السومبريرو السومبريرو زي ما قلنا هفكركم بيها مرة تانية عبارة عن traditional mexican hat قبعة تقليدية ايه طبع المكسيك او مكسيكية ليها اشكال مختلفة او different styles اللي فيه stripes اللي فيه خطوط واللي فيه gold اللي فيه زهب واللي فيه silver اللي فيه فضة واللي فيه colors كتير الوان كتيرة جدا ونقول للسومبريرو باي ونروح لكندا في كندا هناخد non fiction reader النون فكشن ريدر دي بتقول لي come to كندا come to كندا come to يعني تعالى الى كندا اللي هي دولة كندا طب يا ترى دولة كندا دي تقع فين وايه المميز فيها تعالوا نشوف مع بعض ومن الحاجات المميزة في كندا الدوب الدوب اسمه pear 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 الدوب اسمه pear بعد كده عندي يا حلوين maple leaf maple leaf ورقة نبات القيقب ورقة نبات القيقب ده نوع من أنواع النباتات اللي ايه اللي العلم بتاع كندا مرسومة عليه ورقة نبات القيقب اللي بنقول عليها maple leaf maple leaf maple leaf ممتازين حبيبي بعد كده عندي maple syrup maple syrup مشروب نبات القيقب هو اسمه كده اسمه غريب بس هو ده الاسم بتاعه يبقى عندي maple leaf وعندي maple syrup طيب واخيرا عندي حاجة اسمها totem pole totem pole عمود التوتم نفس الكلام ده كله خاص بايه؟ خاص بكندا فواضح ان جولتنا في كندا هتبقى غريبة جدا والكلمات دي موجودة على القناة في فيديوز منفاصلة يبقى كلمة pair يعني دب maple leaf اللي هو ورقة نبات القيقب we maple syrup اللي هو مصروب نبات القيقب we totem pole اللي هو عمود التوتم او التوتم يعني وبعدين هنروح نشوف الحاجات دي هي ايه في الدرس طيب بيقولي هنا صديقتنا من كندا بتقول hey اهلا I'm Maisie I'm from Canada أنا من كندا and I love my country and I love my country وأنا أحب بلدي كلمة country يعني دولة أو بلد أنا لو عايزة أقول نفس الكلام هقول hey I'm Ali I'm from Egypt and I love my country أنت كمان تقدر تعمل نفس الجملة بأنك تقول اسمك am مثلا أحمد am from أنا من كلنا طبعا من إيجبت I'm from Egypt أنا من مصر and I love my country وأنا بحب بلدي هتبدأ ما يسي تكلمنا عن بلدها فبتقول لنا I'm going to tell you أنا هقول لكم some special things about it هقول لكم حاجات مميزة جدا عن كندا يبقى كلمة special special اللي هي بالأحمر دي معناها خاص أو مميز here we go يعني يلا بينا هتبدأ أول حاجة تعرفنا على كندا أو هتقول لنا كندا موجودة فين في العالم بتقول كندا is north كندا is north يعني كندا موجودة في الشمال north of north كندا موجودة في الشمال من أمريكا الشمالية and its capital وي العاصمة بتاعتها its capital is Ottawa وي عاصمتها Ottawa يبقى كندا is north of north America كندا موجودة في شمال أمريكا الشمالية north America أمريكا الشمالية and its capital طبعا capital يعني عاصمة لأن كل country كل دولة لازم يكون لها عاصمة its capital is Ottawa العاصمة بتاعتها اسمها Ottawa أوكي it's the second largest country in the world after Russia يعني هي تاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا يبقى عندي روسيا وبعد روسيا كندا يبقى راشا اللي هي روسيا راشا اللي هي دولة روسيا دولة روسيا the largest country in the world أكبر دولة في العالم وكندا the second largest country in the world تاني أكبر دولة في العالم يبقى كده كندا موجودة في شمال أمريكا الشمالية وأطوى هي العاصمة بتاعتها وتعد تاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا قلتلكم هنتعرف على معلومات جميلة جدا ممكن نكون أول مرة نعرفها طيب هتتكلم عن العلم العلم اسمه بالإنجليش اسمه بالإنجليش نقول مع بعضه ونكتبها في النوتبوك فلاج فلاج يعني عالم كل دولة لازم يكون لها عالم كل دولة لها العالم بتاعها It has a really cool red and white flag عندها عالم جميل لونه white and red white and red أو ممكن red and white عادي أحمر و أبيض with a maple leaf on it زي ما انت شايفين هي لبسة تيشرت بعالم بلدها اللي هي كندا وكمان من تحت في سورة العالم لونه red and white أحمر و أبيض وفيه إيه في ورقة نبات القيقب اللي قلنا عليها maple leaf on it المايبول leaf أوكي totem poles اللي احنا عمالين نتكلم عليهم اللي هو عمود التوتم ده يطاره عبارة عن إيه which are which are sculptures are very important for us دول عبارة عن sculptures 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 يعني تمثيل منحوطة يبقى دول totem poles عبارة عن sculptures تمثيل منحوطة التمثيل دي مالها very important to us very important يعني مهمة جداً لنا زي ما الأثار المصرية مهمة لنا والأهرامات وابو الهول وكده هم totem poles مهمين جداً بالنسبة لهم we can find them around Canada يعني بتلاقيهم في كل أنحاء كندا they are برضو بتتكلم عن إيه عن totem poles about families عن العائلات in each place في كل مكان and tell stories وبتقول حكايات أو قصص أو تروي حكايات about the people who live there يعني totem poles دي عبارة عن إيه عبارة عن تمثيل منحوطة بتحكي عن العائلات اللي موجودة في كندا والأماكن اللي موجودة فيها في كندا around كندا يعني they are painted هم متلونين in bright colors يعني مطليين أو مدهونين بألوان bright زي ما قلنا أنهم بيحبوا برضو الbright colors أو الألوان الفتحة and our art هم عبارة عن art فن history تاريخ and a story all together وقصة برضو يعني هم عبارة عن ثلاث حاجات في بعض قصة بتحكي عن families العائلات وفن وفي نفس الوقت تاريخ برضو بيحكي عن families العائلات in each place في كل مكان يعني كل عيلة وليها إيه التمثيل المميزة أو الخاصة بيها here in Canada هنا في كندا we have عندنا lots of different landscapes كلمة different يعني مختلف كلمة different يعني مختلف وكمان لو إحنا عايزين إننا نقول إن عندنا حاجة بنقول we have we have فهنا مايسي بتقول we have lots of different landscapes landscapes نقول مع بعض landscapes landscapes يعني مناظر طبيعية landscapes يعني مناظر طبيعية يعني الأشجار والمساحات الخضرة الشسعة الواسعة هناك دي بنقول عليها landscapes landscapes يعني مناظر طبيعية حاجات ربنا خلقها and climates and climates climates يعني ظروف مناخية ظروف مناخية يعني إيه ظروف مناخية يعني الجو عندهم متغير أو مختلف في مكان تلاقيه حر مكان تاني تلاقيه بارد لإن المكان عندهم ماله very large يعني كبير جدا some parts of Canada آهو زي ما بقول لكم some parts of Canada بعض أجزاء كندا are very cold are very cold يعني بردا جدا يعني ممكن أكون سكنة في الشمال يكون الجو عندي very cold بارد جدا ممكن يكون حد in the south في الجنوب warm very warm يعني الجو ماله دافي جدا warm يعني دافئ إنما cold يعني بارد زي ما أنت شايفين ده الpear الدوب I love Canada's pears I love Canada's pears يعني أنا بحب الدبابة الكندية الكندية أو اللي عايشة في كندا they live بيعيشوا in cold woods woods يعني الغبات woods يعني الغبات wood لوحدها يعني خشب إنما woods جمع يعني الغبات الpears دي بتعيش فيه woods الغبات and they are very beautiful وهم إيه very beautiful حلوين جدا هل هم يطر مفترسين ولا لا تعالوا نشوف but they are a bit scary 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 عدت علينا كتير جدا كلمة scary يعني مخيف scary يعني مخيف طيب a bit scary مخيفين شوية طب ليه بقى because they are very big كلمة because يعني لأن بيجي بعدها سبب ليه بقى they are very big هم كبار جدا أو ضخمين جدا and sometimes وأحيانا very hungry وأحيانا بيبقوا جعانين جدا فإيه فأنت ما تضمنش الظروف يعني ما تقربش منهم قوي تفرج عليهم من بعيد يبقى كده الbears الدببة بتعيش فين بتعيش في الwoods في الغبات هم حلوين very beautiful لطاف وحلوين ولكن كبار جدا وكمان sometimes very hungry جعانين جدا فلازم نبعد عنهم الشكل اللي انتوا شايفين قدامنا ده عد علينا طبعا قبل كده اللي هو الميبل ثيراب الميبل ثيراب اللي هو مشروب نبات القيقب the last thing I wanted to tell you about is ميبل ثيراب الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولكو عليها اللي هو المشروب اللي انتوا شايفينه ده اللي مصنوع من نبات القيقب it's sweet يعني هو حلو sweet sweet يعني حلو and very nice وجميل جدا طيب and we eat it on pancakes يعني بنحطه على البانكيكس زي السيرب بتاعنا اللي بنحطه على البسبوسة for breakfast a lot يعني احنا بنفطر بانكيكس بنحط عليها الميبل ثيراب ده you have to try it لازم تجربوا يبقى لما نيجي كندا بالفعل لما نسافر بالطيرة ونروح كندا لازم نشوف الbears لازم نشوف الbears اللي هي الدبابة وكمان نجرب الميبل ثيراب مع البانكيكس على الفطار نوعيدك يا مايسي so that's my amazing country ولذلك دي بلدي amazing يعني الرائعة tell me about your country and what you love about it يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن كندا اللي هي my country بلدي وديتكم حاجات كتيرة عنها ومعلومات كتيرة عنها فانتو كمان كلموني عن بلدكم وقولولي ايه الحاجات اللي انتو بتحبوها فيها طيب بعد كده تكون رحلتنا في كندا خلصت ويه هنقابل مين يا ترى هنقابل مايسي مرة تانية هنا مايسي بتقول لي hey اهلا amayasi again في ايه يا مايسي انترجعت لنا مرة تانية ليه do one more thing i want to tell you about في حاجة تانية انا عايزة اقولكو عليها هي ايه بقى police our police الشرطة بتاعتنا يبقى مايسي رجعت لنا مرة تانية علشان تكلمنا عن الشرطة يا ترى في ايه تعالوا نشوف مع بعض they are very kind الشرطة او police طيبين جدا and help keep us all safe وبيحاولوا يحافظوا علينا او يحمونا طول ايه طول الوقت زي ما انتو شايفين ده عبارة عن ايه عبارة عن police بتاعهم they have an awesome uniform عندهم uniform او ليهم uniform awesome انيق او smart جميل 2 ايضا they wear it on special days يعني اللبس ده اللي انتو شايفينه او اليونيفورم ده بيلبسوه في special days في اماكن في اوقات خاصة يعني مش طول الوقت لابسينه first of all اول حاجة هتبدأ طبعا مايسي توصف ايه اللبس بتاعهم they wear a light brown leather hat اول حاجة بتتكلم عن الهات بتتكلم عن الهات بتقول ان الهات دي مصنوعة من لونها بني مصنوعة من الجلد ويه لونها بني ايه بني خفيف light brown hat يبقى قبعة بني مصنوعة من الجلد وبعد كده هتتكلم عن ايه يا طرح هتتكلم عن الحواف بتاعة القبعة دي او هما بيلبسوها ليه it has a white brim القبعة دي لها لها حفة ما لها حفة عريضة to protect their faces علشان تحمي وجههم from the sun من الشمس يبقى كده اللبس بتاعهم ده او اليونيفورم awesome uniform لبس جميل طيب بيتلبس امتى بيتلبس on special days في اماكن في اوقات معينة او في ايام معينة first of all اول حاجة الهات القبعة قالت لنا انها light brown leather hat قبعة لنها بني فاتح مصنوعة من الجلد it has a white brim it has a white brim يعني ليها حفة عريضة علشان تحمي وجههم from the sun من الشمس then بعد كده they have a beautiful red jacket بيلبسوا او ليهم جاكت احمر جميل with a dark brown leather belt وحزام لونه بني مصنوع من الجلد يبقى حزام بني غامق مصنوع من الجلد dark brown leather belt نكتبها dark brown leather belt حزام بني غامق مصنوع من الجلد and long dark brown leather gloves gloves يعني قفازات gloves يعني قفازات يعني قفازات مصنوعة من الجلد برضو ولونها بني غامق بني غامق يبقى long dark brown leather gloves يعني قفازات جلدية مصنوعة من الجلد ولونها ايه dark brown بني غامق their pants their pants او البنت بتاعهم are dark لونه dark blue dark blue ازرق غامق dark blue ازرق غامق and have وفي a yellow stripe down the side وفي خطوط من الجنب لونها ايه لونها اصفر يبقى yellow stripe يعني خطوط صفرة down the side يعني من الجناب their boots البوتس بتاعتهم او الحزاء بتاعهم اللي هو الحزاء الطويل برقبة ده اللي هو البوتس are dark brown leather too لونه بني ايه بني غامق ومصنوع من leather او الجلد ده شكل تاني ل please احنا قلنا ان اللبس ده اللي مايسي وصفته ده بيبقى في special days او ايام خاصة طيب normal days اللي هي الايام العادية بتقول on normal days يعني في الايام العادية their uniform اللبس بتاعهم is quite different يعني الى حد ما مختلف عن اللبس اللي انتو شفتوه اللي هو اللي بجاكت احمر ده مختلف شوية they wear هما بيرتدوا a grey shirt اميس لونه رمادي dark blue band سوي بانطلون ازرق غامق and a hat وي ايه وي قبعة او طائية in the colder part احنا قلنا الجو او الطقس في كندا بيختلف من المكان التاني في ال colder parts في ال colder parts او في الاماكن اللي هي بتبقى بردة في كندا they wear they wear a very thick coat to keep warm يعني بيرتدوا بلتوا 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 او معطف مالوا very thick thick يعني سميك او تخين يعني علشان يحميهم من برودة الجو ويحافظ عليهم دافيانين وبكده يا حلوين تكون جولتنا في كندا انتهت اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالمعلومات اللي عرفناها عن المكسيك والمعلومات اللي عرفناها عن كندا الدرس كان طويل شوية ولكننا استفدنا بمعلومات كتيرة جدا اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا ونتقابل قريب جدا بإذن الله في اليونت الرابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا